في ظل التوقعات لزيادة الطلب على لغات البرمجة إلى عشرة ألاف فرصة في الخمس سنوات المقبلة أطلقت أورنجي الأردن أكاديميتها للبرمجة خلال حفل برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وتهدف من خلال دوراتها المجانية والمكثفة إلى تحقيق مفهوم التدريب من أجل التشغيل عبر قطاع الأعمال الذي يعتمد على مؤهلات علمية وعملية مرتبطة بالتكنولوجيا وتنوعها وقطاع تأهيل وتدريب الشباب الأردني ليتمكن من الحصول على فرصة عمل مطلوبة في السوق وتم رسميا اختيار خمسين شابا من كل جنسين تتراوح عمارهم بين الثامنة عشرة والثلاثين للدراسة ضمن الدفعة الأولى في الأكاديمية حيث سينخارطون في برنامج تدريبي مكثف مجاني لمدة ستة أشهر ثم سيحصلون على فرصة للتدريب لمدة شهر واحد في إحدى الشركات العاملة في المملكة من أجل المساهمة في تسريع انخراطهم بسوق العمل في قطاع التكنولوجيا الهدف هو المساهمة في تدريب الشابات والشباب الأردنيين وتأهيلهم من أجل العمل في قطاع التكنولوجيا المعلومات وهي حاجة موجودة في سوق العمل الأردني وفي ما هو مطلوب من الشاب أو الشاب الأردني حتى يأخذ مساره العملي سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الخاص والعامل